موسيقى أسعى الله وقاتكم مشاهدي المحترمين في كل مكان أهلا بكم إلى جولة الصحافة وإطلال على أبرز العنوين والمواضيع التي تصدرت الصحافة العربية والبريطانية الصادرة في لندن وفي العالم العربي ببداية كالعادة ورحب ضيفي الإعلامي لطفي زيتون وكذلك الصحفي والمحلل السياسي محمد عائش فيا مرحبا وأهلا وسهلا ونبدأ بشاهدية بعنوين الصحف نبدأ من الأراضي الفلسطينية المحتلة من جرية فلسطين الصادرة في غزة والتي عنونت نتنياهو يشترط الاعتراف بيهودية إسرائيل مقابل تجميد الاستيطان هذا في غزة ما في الحياة الجديدة الصادرة في رمالة فعنونت رفض فلسطيني قاطع لاقتراح نتنياهو بتجميد الاستيطان مقابل الاعتراف بيهودية إسرائيل وإلى لبنان وإلى الصحافة اللبنانية وجرية النهار اللبنانية والتي عنونت تحرك مككي لجنبلات تجنبا لتصويت صدامي في جلسة اليوم وثمانية أذار تتمسك بالمجلس العدلي وتنفتح على المسعة التوافقي وإلى الأردن حيث عنونت جرية العرب اليوم فقالت الملك يدعو الأردنيين لانتخاب من يعبر عن طموحاتهم هذا طبعا في شأن بدء الحملات الإعلامية للانتخابات في الأردن الانتخابات للمجلس النيابي من الأردن إلى اليمن وإلى صحيفة الثورة والتي عنونت قطر تبدي رغبتها في توسيع استثماراتها باليمن وإنشاء شركة مشتركة للسكشاف والتنقيب عن النفط والغاز وإلى الجزائر مشاهدي الكرام وجرية الخبر الجزائرية والتي كتبت جزائريون وعرب وراء فضيحة استيراد أجهزة حساسة أما في مصر فجريدة الوفد المصرية عنونت تصرفات الحكومة في أراضي الدولة تفتح أبواب العشوائيات وسوء الاستغلال وآخيرا إلى الشرق القطرية والتي جاء عنوانها انتخابات المجلس البلدي في إبريل المقبل ونختم طبعا في الشرق القطرية هذا أهم العنوين اخترناها لكم لهذا اليوم أهلا بكم مشاهدي وأهلا بضيفي سيد لطفي ومحمد عيس سيد لطفي هذه العنوين للصحافة العربية بداية لو تضعنا في صورة عامة حول أهم تناورته الصحافة البريطانية الصدرة اليوم في لندن سهارة البريطانية عموما اهتمت بقضية الرهينة ليندا نورغروف التي قتلتها القوات الأمريكية في محاولة لإطلاق صراحة طبعا الانديبندنت وضعت مقارنة بين الرواية الرسمية الأولى التي اطلقتها السلطات الأمريكية والسلطات البريطانية والرواية الحقيقية التي اعترفها بعدها بها الوزير رئيس الوزراء البريطاني طريف جدا يعني هذه المقارنة بحيث في التصريح رئيس الوزراء طبعا قال أنه يبدو أن هذه المرأة قد قتلت في أثناء الهجوم يعني من طرف المخلصيها ولكن عند المقارنة كل القصة كلها اختلقت يعني من الأول ففي الرواية الأولى قالوا أنه الذين خطفوهم طالبان متطرفين إسلاميين تبين أنه الذي خطفوهم مجرمون يبحثون عن فدية قالوا أيضا أنه قتلت من طرف الخاطفيها تبين أنه الذي قتله هو أحد الجنود الأمريكان بقنبلة قالوا أنه كان خطفوها كانوا يستعدون للعبور بها إلى باكستان تبين أنه الخاطفين كانوا بدأوا اتصالات مع السلطات الأفغانية والأمريكية في محاولة الحصول على فدية قالوا أيضا أنه المحاولة للإنقاذ هي الحل الوحيد لإنقاذ هذه المرأة بينما تبين أنه بعض قادة القبائل الأفغانية بسدد الوساطة ليطلق صراحة فقالوا أيضا أنه قتلها أحد الخاطفين من خلال حزام ناسف وضعوه عليها تبين أيضا أنه هذا كله كذب يعني في هذه القصة طب جمب إلى جمب سألت فيما هذا كان فيه تبادل التصريحات بين أوباما وبين كاميرون كاميرون قال أنه قتلت برصاص أحد القناص الأمريكيين أثناء عملية تخليصها بينما أوباما دعا البرطانيين إلى اشتراك في تحقيق مشترك وموضوعي لا تبين خبر بترأي سؤال أن هناك شريط يعني صور الحادثة يعني أنه أحد الخاطفين رمق قنبلة يدوية في الغرفة التي كانت فيها يعني وأخذت المرأة حية يعني فتوفيت في الطائرة متأثرة بجروح يعني هي طبعا هذه فضيحة كبرى الأمريكان يعني في فغانستان يعني أن العملية كلها لم تكن لها حاجة يعني هي محاولة لتلميع الصورة وإظهار الجنود الأمريكان بفاعلية كبيرة خاصة بمناسبة الانتخابات النصفية في أمريكا والتي يمثل فغانستان موضوع مهم فيها طبعا الورطة الحقيقية هي الرئيس الوزراء البريطاني الذي أعطى الإذن بهذه العملية باعتبارا المرأة مواطنة بريطانية بدون أن يتثبت في خلفيات العملية وإلا في ضرورتها حتى وراحت هذه النشطة البريطانية يعني ضحية الاستعراض الأمريكي للقوات في أفغانستان طيب بدأنا من أفغانستان محمد بداية في الصحافة العربية الصادرة في لندن ما الذي اهتمت به بشكل عام قبل أن ندخل إلى موضوعنا الرئيسي يعني اهتمامات متباينة كانت لفتت الصحافة وستحوذت على الصحافة العربية هذا الصباح لكن واضح أن الزيارة الرئيسي الإيراني محمود أحمد ينجاد إلى لبنان تستحوذ على اهتمام كبير وأيضا هناك موضوعات مختلفة تعلق أيضا بالشأن الفلسطيني في الصحف لكن جريدة الشرق الأوسط تم فرد في تقرير على صدر الصفحة الأولى بيتحدث عن أن هناك رفض سعودي وعربي لمشروع إصلاح النظام العربي وهذا المشروع الذي تم إقراره في قمة سيرت قبل يومين هو الذي يدور الحديث عنه وتقول الصحيفة بأن هناك أو كافة دول الخليج باستثناء قطر خمسة دول خليجية إضافة إلى الأردن والمغرب رفضوا هذا المشروع بجملة وتفصيلا وسلموا مذكرات خطية لرئاسة القمة حول رفضهم لهذا المشروع ومع ذلك لم يتم الأخذ بموقفهم ولا برأيهم وتم تمريره بطريقة كما يتقول الصحيفة أو كما تروي المصادر أو كما قالت المصادر للصحيفة بأنها طريقة تتنافى مع ميثاق جامعة الدول العربية وهذه من التسريبات التي تتعلق بالخلافات العربية التي عصفت بقمة سيرت يعني من هي الدول التي وافقت على هذا التعديل كانت السعودية عندها تحفظ وثم تحول إلى رفض حديث يدور عن رفض سبع دول فقط سبع دول عربية هي التي رفضت هذا المشروع لكن لم يتم الأخذ برفضها وتم تمرير هذا المشروع نحن نعلم بأن جامعة الدول العربية وهذه من عيوب جامعة الدول العربية جامعة الدول العربية تشترط لتمرير أي قرار أن يوافق عليه كافة الأعضاء ومن لا يوافق أصلا لا يكون ملزما بما تم الاتفاق عليه من قبل الأعضاء الآخرين وهذه من العيوب الجوهرية التي تعاني منها جامعة الدول العربية وليس بحث الآن في هذا الميثاق لكن هو يذكر بموضوع أيضا قرار الموافقة على قدوب قوات أجنبية إلى الكويت لتحريرها من قوات العرقية ووقت ذاك أيضا أثيرت مشكلة كبيرة في ميثاق الجامعة العربية وطريقة 8 دول في 12 دولة رفضت وهذا بالحقيقة سبب فشل الجامعة العربية هو ميثاق الجامعة العربية يجعل من هذه الجامعة كيانة أو هيكل لا قيمة له لا يمكن أن يقدم للعرب ليس مشروعا وحدويا بقدر ما هو مشروع تقسيمي انفصالي مشروع الجامعة العربية مشروع لتكريس التشرذم العربي وللتكريس الخلافات العربية وهذا ما شاهدنا على مدى تدخل التمع هذا مدأنا من عندك من الشرق الأوسط ونعود الأستاذ لطفي من التايمز والتي ما زالت تتابع الإضرابات الفرنسية والاحتجاجات على نظام التقاعد هناك إلى أين وصلت هذه الإضرابات من بدء طبعا عمال الطاقة والنقل في بيطاء في فرنسا بدأوا إضراب مفتوح احتجاجا على إجراءات ساركوزي للرفع من سن التقاعد من 60 إلى 62 سنة تقول الصحيفة أن هناك أجواء في فرنسا تشبه أجواء ثورة طلاب سنة 68 أو الانتفاضة التي سببها نفس الإجراءات عندما حاول الساركوزي القيام بها سنة 95 شراك عفوا القيام بها سنة 95 رفع سنة التقاعد وتغيير إجراءات التقاعد فطبعا دعت النقبات النقل والطاقة الطلبة والتلميذ إلى النزول إلى الشارع ورفع الحواجز والتصادم مع قوات الأمن في محاولة لإثناء ساركوزي على قراراته تقول أيضا الصحيفة أن شعبية ساركوزي هي في أدنى مستوياتها لأي رئيس فرنسي قبلها يعني 70% الآن ضد ساركوزي 69% منهم 34% من حزبه ضد هذه الإجراءات التي يقوم بها طبعا نحن قبل سنة ونصف عن انتخابات القادمة ورغم كل هذا الكرن الذي يكونه الفرنسيون لرئيسهم هو تقول صحيفة أنه متفائل بإعادة انتخابه ويصر على التقدم مرة ثانية لتمديد العهد الرئاسية التفسيره طبعا لا يخلو من وهم يعني يقول أن الفرنسيون ينتخبون الرئيس الذي يؤلمونه أكثر والذي يعاني منهم تفسيره الخاص هذا وباعتباره يعرارها فسو أنه من أكثر الرؤسال الذين يعانوا من الفرنسيين فهو سينتخب نعم قريبا من الشهر الفرنسية ومتابعا هل ممكن حسب الصحيفة وحسب تحليلاته ممكن أن تكون هذه الشرارة جديدة لإحتجاجات متواصلة عمالية ضد سياسات ساركوزي هون طبعا نقبات حذرة في فرنسا هذه طبعا نقبات فرعية التي تقوم بهذه التحركات نقبات الكبرى يعني سي جي تي وأنسا اللي هي أكبر الاتحادات في فرنسا لم تدعو للأضراب بل جزء منها هم عمال نقبات النقل فيها هي التي دعاته لكن باعتبار أن هذه لها ثقل سياسي وثقل نقابي كبير تكون حذرة في التحرك خاصة على الفترة قريبة تفصلها على الانتخابات الرئاسية فتخشى أن يقع هذه الإضرابات التي تمس المواطن العادي خاصة في مدى النقل أن تؤثر على حظوظ اليسار في الانتخابات فهي حذرة جدا وأيضا تخشى أن يقع اختطاف هذه التحركات من فصائل راديكالية وتتحول إلى أحداث عنف كبيرة في البلد نعم وهي موجة الإضرابات التي أشرت لها وسألوت فيها موجة إضرابات أيضا في مكان آخر بالعالم العربي في مصر في موجة إضرابات يعني بدأت من صحفيين تجارة الدستور احتجاجا على إقالة إبراهيم عيسى واليوم القدس العربي تتابع استقالة أحمد فؤاد نجم يعني شاعر كبير منه الوافد احتجاجا أيضا على إقالة إبراهيم عيسى نعم الواضح أن قضية إقالة رئيس تحرير جريدة الدستور في مصر تتصاعد وتأخذ منحة أعمق على الصعيد الوطني ودخل على الخط يوم أمس الشاعر الشعبي الكبير أحمد فؤاد نجم الذي وقف مع المعتصمين وخاطبهم قائلا أنه يعلن استقالته من حزب الوفد هو وضوء طبعا في حزب الوفد قال أنه يعلن استقالته من حزب الوفد وقال بأنه يعني يعتبر بأن هؤلاء الصحفيين هم أبناء وأن الأب لا يمكن أن يترك أبناء وقال لهم لن أترككم أبدا وأنه سينضم اعتبارا من يوم غد لاعتصامهم ضد رئيس حزب الوفد السيد البدوي الذي اشترى جريدة الدستور وقال إبراهيم عيسى أيضا تصاعد الموضوع داخل صفوف حزب الوفد فاستقالت قيادية في حزب الوفد وهي إجلال الرأفة وهي من الأعضاء البارزين والعريقين في حزب الوفد استقالت منصبها وسلمت الاستقالة لمكتب السيد البدوي وقالت بأنها لا رجع عن هذه الاستقالة احتجاجا عن ذلك في الوقت نفسه أيضا تلقى سيد البدوي خطابا طالب فيه من مجموعة من قيادات حزب الوفد طالبوه في هذا الخطاب بأن ينحي البزنس الخاص به جانبا عن حزب الوفد وأن لا يزوج بالحزب في ما يتعلق في مشاريعه الاختصادية المالية وما يتعلق بشرائه جريدة الدستور طب فيش أخبار محمد حول مصير الصحفي إبراهيم عيسى هل انتقل إلى مكان آخر منه مازال يعني هو بينتظر قرار جديد لا حديث سوى مناشدة من أحمد فؤاد نجم دعا فيها إبراهيم عيسى بأن ينضم إلى المعتصمين وقال أن هذا سيقوي موقف المعتصمين بأن يكون هو واحدا منهم وأن يكون هذا القائد بين جنوده في هذا الاعتصام في الوقت نفسه تلقى المعتصمون الصحفيون المعتصمون في جريدة الدستور أيضا تهديدا بالفصل من أعمالهم وهو ما ينذر بمرحلة جديدة من الأزبة المتعلقة بجريدة الدستور المهم في هذا الموضوع أن الحديث يدور في مصر عن أن ما يحدث في الشارع الصحفي والإعلامي سواء من تضييق على بعض المقابلات الصحفية أو من إقالة إبراهيم عيسى أن هناك حالة من الإعداد لمرحلة التوريث التي قد تشهدها مصر في المستقبل ومعروف بأن جريدة الدستور كانت رأس حربة هجم عام على الإعلام الخاص في مصر سيد دوتفي أن تتابع المصر هذه الهجمة على الإعلام الخاص في مصر يعني مستمرة وتداعياتها كما شكنا في الصحافة العربية من جريدة الدستور تتوقع أيضا تصاعد هذه الهجمة ومزيد من الإجراءات؟ هي ليست هجمة على الإعلام الخاص فقط هو هجمة على الإعلام عبوما لأن الإعلام الحكومي ساكت وهذا هجوم أشد يعني أن الإعلام في حجم الإعلام المصري والصحافة خاصة الصحف القومية المصرية أن يقع سكاتها ويقع معناها أن لا يظهر فيها إلا الصوت الواحد صوت السلطة تراجع لها صحف عريقة مثل الأهرام وعلى الأكس الصحف القومية تشارك في هذه الهجمة يعني أن تحويلها إلى مخادم للنظام يعني صحف عريقة جدا يعني هو واضح أنه هو أعداد لمرحلة جديدة في مصر لن تكون مثل المرحلة السابقة في الماضي كان هناك مقال لرئيس سحري جريدة الجمهورية ينتقد في إبراهيم عيسى ويؤيد إقالته من رئاسة تحويل صحفي زميل آخر بالفعل القسمات في الساحة الصحفية هناك من يدق ناقوس الخطر وأن الإعلام في مصر والحرية التي كانت معروف فيها تتهددها مخاطر الصراعات السياسية الموجودة طيب سادت في كعدتها الـ Guardian والإندبندنت تتابعوا الشأن الفلسطيني بين فترة والأخرى اليوم أنت تقرأ في الـ Guardian موضوع قتل الأطفال في غزة وهو تقرير أراك أن تتابعه تحقيق مهم مراسلة الصحيفة الـ Guardian في غزة مبعوثة هاريت الشرود إلى بيت لاهية تحدثت مطولا في هذا التقرير عن استهداف الأطفال الأطفال هؤلاء يذهبون قرب الشريط الفاصل نعلم أنه قبل نهاية الحرب وقع تحديد شريط بـ 300 متر من الحدود الفاصلة بين أراضي 48 وغزة يقترب لهؤلاء الأطفال من هذه الأماكن لجمع بقايا البنايات المهدمة التي هدمتها الحرب لبيعها ولكن يبدو الجنود الإسرائيليين والقناص الإسرائيليين لا يفرق بين طفل أو غير أصبحوا يمارسون نوع من الرياضة في استهداف هؤلاء الأطفال رغم أنهم ليسوا في الشريط الفاصل قريب منه طبعا فخلال الثلاثة أشهر الماضية تقول هاريت شرود أصيب ثلاثة أطفال فلسطينيين وأمرأة عجوز 91 سنة قتلت وقتل معها مراهقين ونصيبوا إصابات بالغة أدت إلى قطع الأرجل وقطع الأيدي يعني من يتحدث أيضا طبعا حول الظروف المعيشية في غزلة دفعت هؤلاء الأطفال إلى المخاطرة بحياتهم يجمع البنات المهدمة يبدو أن تقير متعاطف متعاطف طبعا يتحدث عن غلاء المعيشة يعني وصعوبة العيش في هذه المنطقة بجراء الحصار هذا تقريبا تحدثت مع منظمات حقوق الإنسان في غزة أعطتها تفاصيل يعني هو يبدو دائما في تعاطف يعني من الجارديان من الذي بدأت في التناول نشرت بعض الصور نشرت أسماع أولى الأطفال الذين أصيبوا والمكان الذي أصيب فيه مثلا تقول محمد أصيب 800 متر بعيدا عن حتى تعلم أن الأسلحة المستعملة أسلحة قنص متطورة جدا يعني بيستهدفوا عن بعد سواء 100 متر أو 800 متر يعني عمره 17 سنة وحد أخر على 600 متر فليس المبارات التي تقدمها إسرائيل لا أطفال ليست مبارات حقية أنهم يخترقون الشريط لكن هو قنص عن بعد دعنا أيضا نبقى في الشأن الفلسطيني أساد أطفي كان الحياة وغيرها من صاحب محمد تتابع موضوع ورد فعل الفلسطيني على العرض الإسرائيلي بأنه اعترفوا بإسرائيل دولة يهودية مقابل تجميد الاستيطان كيف تقرأ الصحافة اليوم من رد الفلسطيني على هذا الأمر بيرفض طبعا هذا العرض نتنياهو عرض على الفلسطينيين أن يعترفوا بإسرائيل كدولة يهودية وكدولة للشعب اليهودي في مقابل تجميد الاستيطان ورد الفلسطينيون على لسان أكثر من مسؤول برفض هذا العرض من بينهم صائب عرقات التي تنقل جريدة الحياة عنه بأن هذا العرض مرفوض جملة وتفصيلا وأن إسرائيل أصلا لم تلتزم أو لم تفي بالتزاماتها السابقة التي كانت قد التزمت بها أمام الفلسطينيين وبالتالي لا مجال لتقديم مثل هذا التنازل أو الموافقة على مثل هذا العرض لكن هذا العرض أو مثل هذا الطلب الإسرائيلي يشير أو يكشف أن الإسرائيليين إنما يتفاوضون مع الفلسطينيين لإجترار مزيد من الابتزاز وللحصول على مزيد من المكاسب من خلال هذه المفاوضات وليس هذه المفاوضات وسيلة للوصول إلى اتفاق سلام حتى مهما كان هذا الاتفاق الممكن أن الوصول له مهما كان مشوها لكنهم لا يريدون أصلا الوصول إلى هذا الاتفاق بقدر ما أنهم يريدون ابتزاز الفلسطينيين من خلال هذه المفاوضات الملفت أنهم يريدون أن يساوموا على شيء أصلا لم يكن مطروحا في السابق بمعنى أن تجميد الاستيطان أصلا ليس هو المطلب الفلسطيني ولا يجب أن يكون مطلب الفلسطيني تجميد الاستيطان كان في كاركتير اليوم محمد تسمحوا لنا أستاذ لطفية محمد نتوقف مشاهدة كرام عند الكاركتير في صحفة اليوم ونعود التعليق عليها ترجمة نانسي قنقر أهلا بكم مشاهدين الكرام هذه هي من رسوم الكاركتورية وما زال إصلاح الجمع العربية لبحثة قمة سرط يعني صعب جدا حسب رسامي الكاركتير ويتطلب جهدا عربيا كبيرا محمد تعليق سريع على الرسوم الكاركتورية يعني الرسم الأخير يعني كان هو الذي لفت نظري حيث كان مجهر وتحت إصلاح الجامعة العربية حيث يعني هذا يشير إلى أنه العرب منشغلون بإصلاح الجامعة العربية في الوقت الذي يعني هناك علامة استفهم ما هو مشروع الإصلاح يعني ما الذي يريده العرب من إصلاح الجامعة وماذا قدمت أصلا للجامعة العربية في السابق حتى يرادل الآن إصلاحها يعني ما هو مضمون هذا الإصلاح هذا مشروع هلامي مشروع غير واضح المعالم وغير واضح ما الذي يريده العرب وما الذي يمكن أن يصل إليه إلى أن يتضح نأمل ذلك في سلط في كاركاتير السوقفك في العروض الرسمان يعني كأنه هناك تهي الشرق الأوسط كان عن الشأن اللبناني يعني كأنه هناك تهي للراية العام العربية الانفجار الوضع اللبناني يعني إذا لم يكن هناك دفع لهذا الانفجار يعني لا ندري لمصلحت من طبعا هو الآن يورد نعم هو يتكلم عن الجوار اللبناني وما أنك تكلمت عن الموضوع اللبناني هو الحوار اللبناني نعم هو الحوار اللبناني هو الموضوع اللذي كنا سأسألك عنه في الفينانشل تايمز كانت متابعة للمحكمة الدولية في لبنان وتداعياتها على المنطقة وعلى لبنان فما الذي سوقفك لهم فيها تقرير الفينانشل تايمز في مقال تحليلي مطول تحدثت عن حالة الانتظار في لبنان لقرار المحكمة الدولية تقول أن كل تقريبا المواطنين من خلال الاتصال المباشرة ومن خلال ما يصيلها من الأخبار يخائفون من هذا القرار حتى أنه قالت بعض الناس أصبحوا لا يشاهدون نشرة الأخبار خوفا من سمع هذا الخبر تقول أن الأجواء متوترة جدا طبعا الخوف الحقيقي تقول أن يعاد سيناريو 2008 عندما سيطر حزب الله على بيروت الغربية طبعا لماذا تقول هذه الحساسية من حزب الله حول القرار الظني للمحكمة رغم أنه لن يستطيع أحد القبض على عناصره إذا الذين ستطلوهوا المحكمة وأن الشرطة اللبنانية ليست في ورد لا اعتقالهم يقول أنه الاتهام حزب الله بقتل حريس سيظهر حزب الله باعتباره ميليشيا ووقيت ميليشيات حزب شيعي قتل زعيما سنيا قد يؤدي إذن إلى بعض عمليات الانتقام من طرف السنة التي ستفجر الوضع طبعا وتدخل البلد في مواجهات بين الشيعة والسنة أكبر طيفتين في البلد طبعا هناك شكوك طبعا حول دوافع المحكمة التي كل العالم الآن يعرف أنها أخطعت من أول في توجيه الاتهامات إلى سوريا هناك أيضا تساؤل حول رفض الحكومة التحقيق مع شهود الزور التي تبين كذبهم خاصة في توجيه الاتهامات إلى سوريا طيب صرف دانف يمكن بقي عشرين ثانية وكان في خبر أيضا ملفت في الحياة كنا نود أن نختم به وهو تنقل الحياة وتقول أن غالبية الأفغان أو المواطنين الأفغان مرضى نفسيون ويراجعون عيادات في حال توفرت نعم وزيرة الصحة الأفغانية تقول أن 60% من المواطنين في أفغانستان يؤانون من أمراض نفسية أو اضطرابات نفسية مختلفة لكن المهم في الأمر أن في أفغانستان كلها يوجد فقط 200 سرير للطب النفسي وطبيبين فقط وهذا ما خلفه الاحتلال وهذا حصاد صعب لسنوات من الاحتلال في أفغانستان أنا محمد عايش أشكرك ولسنوات في زيتون الإعلامي شكرا على هذه المشاركة والتحليل وأنتم مشاهدي الكرام في كل مكان هنا نأتي إلى ختام حلقة اليوم من جولة الصحافة لتحياتي والفريق العامل وإلى لقاء غد إن شاء الله شكرا ودمتم في رعاية الله اشتركوا في القناة